موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين كل عام وحضراتكم بخير كل عام والأمة الإسلامية بخير كل عام والشعب المصري بخير في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم شهر المغفرة شهر الرحمة شهر العطق من النيران شهر النفحات شهر الرحمات شهر النسمات من الله سبحانه وتعالى شهر الله سبحانه وتعالى بيقدم لعباده المسلمين فيه خير كتير جدا بيقدم لك زي ما بنقول كده أكازيون بيقدم لك أفر كبير جدا انت اغتنموا وحاول في الشهر دوت تصوم كويس وتصوم كويس أوي 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 وتقوم الليل كويس جدا وتقرأ القرآن وتتمسك بأداب النبي صلى الله عليه وسلم أعزائي المشاهدين كتير جدا مننا صام كتير جدا ولكن إزاي تخلي رمضان السنة دي مختلف عن أي سنة تانية عشان تخلي رمضان مختلف عن أي سنة تانية أنت صمتها عشان تخلي رمضان السنة دي مختلف عن كل سنة لازم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم إزاي لازم تعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هناخد يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إزاي كان النبي بيصوم إزاي كان بيتصحر إزاي كان بيقوم الليل كان بيفطر على إيه كل الحاجات دي كتير قوي من الناس بتتساءل عليها عايزة تعرف النبي كان بيعمل ده إزاي كان بيصوم إزاي كان بيفطر إزاي كان بيفطر على إيه كان بيصلي إزاي حاجات مهمة جدا لازم نعرفها ما تيجو نعيش يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في رمضان طيب قبل ما أقولك هنبدأ إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في رمضان حاجة مهمة جدا لازم تعرفها لازم تعرف شهر رمضان دوت نزل إمتى على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صام كام رمضان كتير جدا من الناس ما يعرفوش النبي صام كام رمضان طيب عشان تعرف الموضوع دوت النبي صلى الله عليه وسلم نزل علينا فرض علينا شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وفضل يصوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمات في الحادي عشر من الهجرة إذن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة كتير جدا ما يعرفهاش صام تسع أعوام في رمضان كل حياة النبي كل الدعوة لتلاتة وعشرين سنة صام النبي فيها تسع أعوام شهر رمضان طب نروح ليوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في يومه وهو صايم أول حاجة كان قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتصحر في أول ليلة من رمضان طب يا رسول الله كنت بتتصحر ايه كان معظم أكل النبي صلى الله عليه وسلم كانت طمر كان يتصحر النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهم أمهات المؤمنين اللي عليها الدور بيتصحر معاها يتصحر معاها ويتصحر في البيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصحر مع أصحابه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتصحر مع زيد بن حارسة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن النبي كان بيتصحر مع أصحابه وكان بيتصحر مع زوجاته بعد كده بعد ما النبي استصحر كان بيقوم يصلي إلى أن يؤذن الفجر حوالي ما يقرب من خمسين آية لو واحد قاعد بيقرأ القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي في الوقت دوت إلى أن يؤذن الفجر يؤذن بلال لصلاة الفجر ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته رقعتين سنة الفجر ثم يطلع إلى يصلي بالناس صلاة الصبح بعد ما النبي كان بيصلي صلاة الصبح كان بيفضل في المسجد إلى يصلي بيهم ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يشرق الشروق ويصلي الشروق طب النبي بيقول لك إيه في الوقت دوت من بعد صلاة الفجر إلى الشروق بيقول لك اللي بيصلي من بعد الفجر يصلي الفجر ويقعد في المسجد إلى الشروق له أجر حجة وعمرة تامة حجة وعمرة للي مش قادر يحج ولما معوش فلوس للحج لو عملت الموضوع دوت وانت في شهر رمضان وهو تعودت عليه يبقى اذا كل يوم هتحج حجة او عمره تم بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يتقدم بعد كده هحكي لك وقول لك الرسول كان بيال ايه بعد كده بس هرحب بضيفي النهاردة المنشد الشاب عمر عاطف وحنتكلم طالما اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنسمع من عمر حاجة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اهلا بك عمر كل سنة وانت طيب وفي اول ليلة من الليلة رمضان انت بتشرفني النهاردة وسعيد بك جدا ان انت شاب من الشباب الجميل اللي بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعاوز يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحابب النهاردة اسمع منك حاجة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبدأ بيها حلقتنا النهاردة وصغرتنا هتسمعنا النهاردة نبدأ نسمع أغنية لرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته خديجة سيدة خديجة ماشي عمور تفضل آل النبي الله صمد وخديجة أول من سجد ارزقني ربي بحبه ومنها جاء الولد الله رب العالمين هو السلام منه السلام أكمل نساء العالمين صلت ورخي الأنام ولما جاء الوحي قال الله ربي زل جلال بتدف روحي بالحنال وبتطعم ملها الحنال بتصدق لو كذبوا وبترحموا لو عزبوا وبتواسب ملها الحلال وبتطعموا لو يحرموا الله عليك يا عمور الله يمين والله يعني رجعتنا لروحانيات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته والسيدة خديجة الذي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وساعدته يعني أنت خلتنا الكلام بتاعك خدنا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة اللي وقفت جنب النبي وبجواره كانت ساعدته وهي اللي بشرته كمان لما خدته لابن عمها ورقة ابن نوفل وابتدى يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشره أنه هو رسول هذه الأمة عمر عايزة أكلمك بقى أنت كشاب من الشباب المسلم اللي بيحب دينه وبيحب سنة نبيه وبيحب نبيه وبيحب ربنا سبحانه وتعالى حبيت الإنشاد إمتى؟ يعني إيه اللي خلاك تحب الطريق دوت وما خدتش طريق تاني يعني ابتدت تقول أنا عايز أبقى مع ربنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز أخد النهج ده وأمشي فيه احكي لي بقى بدأت معاك القصة إزاي؟ وأنا أصلا بدأت معاك القصة أن أنا كنت أغني من أنه أنا طفل صغير تقعيباً ثمان سنين تقعيب تمام فبدأت بقى أغني كنت أغني في الأول أغني عادية أغني عادية زي المغنين الفنانين بس مع الوقت بدأت أسمع مثلاً المنشدين المبتهلين زي الشيخ النقشباندي زي الشيخ محمد عمران والمنشدين فبدأت إيما بدأت أسمع الأصوات دي بجد حسيت أنه هو ده أصل الأولى نفسها تمام تمام عمر حكمل معك إن شاء الله حنطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل مع بعض أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل خليكم معنا سهرتنا فيها حاجات جداً حتنفعكم كتير جداً في أول ييلة مليان رمضان وبقى تروح في أي حتة خليكم مع قناة الصحة والجمال وهن الفرماوي فاصل ونعود إليكم بعد قليل